ورد في علل الشرائع للشيخ الصدوق علل الشرائع للشيخ الصدوق أعزائي المجلد الأول صفحة 180 رواية أعزائي المجلد الأول صفحة 180 الباب 122 العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين مجاهدة أهل الخلاف أعزائي واقعا من المسائل المحقدة هي مسألة أنه أمير المؤمنين لماذا لم يخالف ولم يعترض اعتراضا بالقوة وبالسيف كالذي قام به الإمام ماذا الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ما الذي منع الإمام أمير المؤمنين لا يمكن فقط أن نقول لأنه لعدم وجود الأنصار وهل أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في كربلا كان عنده من العدة والعدد ما يستطيع أن يقف في قبال السلطة الحاكمة لبني أمه كان عنده أو لا يوجد عنده لا يوجد عنده ولكن مع ذلك ماذا قام بهذا العمل لماذا لم يقم أمير المؤمنين بعمل كالذي قام به الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في كربلا هو يستجد لإثبات ماذا لإثبات ما يريده عليه أفضل الصلاة والسلام مسألة من المسائل المعقدة واحدة من أهم إشكالات الطرف الآخر علينا أيضا هذه القضية يقولون لا تستطيعون أن تقولوا أن علي لم يكن شجاعا أن علي أنتم تقولون أنه كان معتقد أنه هو الإمام والخليفة بعد رسول الله أن علي كما أنتم تعتقدون كان يعتقد أن الخلافة انحرفت بعد رسول الله أن الرسالة انحرفت وأي انحراف أشد من انحراف الكفر والارتداد ألستم تقولون ارتدوا وكفروا وهل يوجد انحراف أشد من انحراف ماذا الكفر والارتداد وأنتم تعتقدون أيها الشيعة أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى رأسهم الخلفاء ماذا ارتدوا وكفروا أي انحراف أشد من هذا الانحراف تقولون كان يريد أن يحفظ الإسلام أي إسلام من هذا أنتم تقولون هذا إسلام النفاق وليس إسلام الحقيقي يحفظه لأجل ما ما هو قيمة هذا الإسلام حتى يحفظه التفتولي أعزائي إلى إشكالات الطرف الآخر يقول أنتم تقولون إنما سكت لأجل ماذا لأجل ماذا لأن يحفظ الإسلام أي إسلام ها الإسلام الواقعي كان على السلطة لو الإسلام المنحرف كان على السلطة إذا قلتم الإسلام الواقعي على السلطة أو لا أقل فيه سمات الإسلام الواقعي إذن لماذا تتمهمنا بالكفر والنفاق والارتداد وإن كنتم تقولون لا إسلام الكفر والنفاق والارتداد إذن أي قيمة لهذا الإسلام بل ينبغي ماذا محاربة مثل هذا الاسلام لان الناس سيخدعون بمثل هذا الاسلام وذلك مع ذلك الامام امير المؤمنين سكت او لم يسكت مقصود سكت عمليا نعم لم يسكت ماذا قوليا قال بين الى اخذ المهمة عزيزي هذه قضية تحتاج الى بحث في محلها ولذا جملة من اعلام الامامية يقولون واقعا هذه من اعقد المسائل ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه لماذا لم يقم بالسيف ولم يخالف السلطة بالنحو الذي ماذا يرجع الامور الى مجاريها تقول يستشهد نقول فليكن كذلك فليكن كذلك هاي الروايات عزيزي شواهلها قال حدثنا فلان عن فلان عن بعض اصحابنا قلت لابي عبدالله لمكف علي عن القوم قال مخافة ان يرجعوا كفارا روايات الارتداد ماذا تقول ارتدوا كفارا مخافة ماذا يخاف رجعوا كلهم صاروا ارتد الناس الا ماذا الا ثلاث واربعة وخمسة وسبعة من يعني ماذا ايو اسلام من هذا الذي يخاف عليه ان يضيع هذه رواية عزيزي الرواية الثانية اللي هي اوضح من هذه الرواية وهي رواية عباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن بريد بن معاوية وهي رواية معتبرة كما سأبين عزيزي رواية معتبرة معجم احاديث المعتبرة معجم الاحاديث المعتبرة من الاصف محسن جزء الثاني صفحة مية وواحد واربعين مية وثين واربعين يقول الرواية معتبرة وكذلك في مشرعة البحار الجزء الثاني صفحة ثين وثلاث الاخوة يراجعون الرواية هذه قال ان عليا لم يمنعه من ان يدعو الناس الى نفسه الا ان يكونوا ظلالا لا يرجعون عن الاسلام احب اليه من ان يدعوهم فيأبوا عليه فيصيرون كفارا كلهم ايضا نفس التفصيل الذي ذكرناه ماذا في الرواية السابق اذا اعزائي في مقابل روايات الارتداد توجد عندنا ماذا هذه الروايات هذه الروايات ماذا فعلت اعزائي ميزت ميزت بشكل جيد بين المعاند وبين ماذا غير المعاند ولذا شيخ اصف محسن اعزائي في ذيلي هذه الرواية من علل الشرائع يقول فلا بد من تأمل تام في مقصود الامام ويمكن ان يقال ان الناس في عصر امير المؤمنين كانوا مسلمين فاحب امير المؤمنين بقاءهم وكره ارتدادهم هذا واضح الرواية هكذا يقول كانوا مسلمين وخشي انه اذا حارب ان يرتدوا ماذا ان يرتدوا مو انهم كانوا مرتدين مو انهم كانوا مرتدين واراد ان يرجعهم الى الاسلام بل كانوا مسلمين وخشي ماذا ان اذا حارب هم هسأ الان واقعا واحدة من التوجيهات لماذا اذا حاربهم يعود مرتدين باعتبار انه روايات صريحة وصحيحة ومعتبرة في كتب الفريقين ان المسلمين اذا حاربوه فحربوه حرب من حرب رسول الله وحرب رسول الله يؤدي الى ماذا الى الخروج عن الدين الى الكفر هذه واحدة من التوجيهات انه لم يدفع السيف لهذه الجهة واحدة منها لهذه الجهة وهو انه خشية اذا رفع السيف ان المسلمين لم يكونوا بالمستوى المطلوب فماذا ها والشاهد على ذلك والشاهد على ذلك انه بعد مرور ربع قرن بل اكثر من ربع قرن مولانا عندما تسلم الخلافة ايضا المسلمون وقفوا امامه او لم يقفوا نعم في الجمال وصفين والنهروان وقفوا او لم يقفوا وقفوا امامه فما بالك قبل ماذا قبل ربع قرن كان يقفون او لا يقفون لماذا لان عليا يريدهم على الصراط المستقيم لانه عليا يريدهم ماذا ها ها ان يأخذ بهم الصراط المستقيم لان عليا يريد ان يحاربهم على التأويل كما حاربهم رسول الله ماذا على التنزيل هذا ما هو المراد ان شاء الله ايضا هذا سيأتي في الوقت المناسب انه اي تأويل هذا مهم هذا عزا اله هنا ولا